ما خلونا نطلع يعني فحاويته نقتل جدي ضربة قاتل هنا نربته فارق الحياة اقتدموا مواي عليها الشاب قام بقتل جدة السبب اللي يتحدث عليه القاتل وهو حفيد الحفيد كان انه يمنعه من الخروج من المنزل طبعا الاسباب ما تم ذكرها لكن قام باستدراجه الى خلف الدار وقام بضربه بيمكن بندقية صيد وادى الى مقتلة او مقتل الجد على الفور اذا الى ديالة فالمشاهد احتينا محمد تفاصيل الحادثة شون صارت شون خططيت بيش كترت وشون كنت في الفاتحة وشون لزمه خططت يعني بالنفس اليوم خططت استعالت من دقية صيد ليت عود الوالدي استعالت سمكاث كالك وشولي الان احتيت مشكلة احتيت مشكلة اللي بدأ محاولة اللي حسرني لمدة شهرة مشكل سبب خلافات مياناتنا بالبيت حسرني لمدة شهرة ما خلونا اطلعيني ويعذبون بيها فحاولت النقطة الجدي استعالت سمكاث كالك واندقية الصيدة تعود الوالدي فحاولت اثنين داعش انه قتله فمن نفس الليلة دقيت عليه ويقع بساعة الثمتين ثمتين للا عشرة فخلاط اطلع خلف الدار قتلك انه كحركة فطلع فضربته فارق الحياة بالفاتحة الطبيعي عادي ورا الفاتحة بسبعة ايام ورا السبعة بيوم تم نقال قبر علي من مكتب جرام بلد روس وواجهان بالعدلة واحترافات احترافات احترفت لهم وين شرت الضربه وشون كتلت من الته كتل الجدي ضربة كانت هنا ضربته فارق الحياة يعني هاي فعلتك متندن عليها متندن متندن مواي عليها شي تقول لي بعمرك اللي تصير مشاكل حالية انه لي ضغطا عليهم قلي سايسونهم مسايسة ابد لا حد يضغط عليهم خلي عيش حياته خلي شوف حياته